السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم اليوم جئتكم بوصفة تتميز هذه الوصفة باحتوائها على بيض البيض وكذلك الليمون الحامض وبفوائدها المتعددة للبشرة لأن كما نعلم بيض البيض غني بالبروتين الذي يشد الجلد وكذلك يقلل من إفراز الدهون أما الليمون فيمتلك خصائص مضادة تقلل من البكتيريا والميكروبات بشكل عام مما يجعل هذه الوصفة فعالة جدا بتغذية البشرة وشد المسام والقضاء على التجاعد وكذلك تبييض البشرة وتوحيد لونها بإذن الله وإزالة كذلك حتى التصبغات التي تكون بالبشرة وصفة تعطي للبشرة أيضا ملمس ناعم وحريري بإذن الله إذن لعمل هذه الوصفة أول شيء سنحتاج إلى حبة بيضة تكون متوسطة الحجم سنقوم بفصل الصفار عن البيض لأننا هنا سنحتاج فقط في هذه الوصفة إلى بيض البيض إذن بعدما قمنا هنا بفصل بيض البيض فبيض البيض هنا سنحتاجه لأنه يحتوي على مضادات الأكسادة والأحماض الأمينية التي تساعد على بناء خلايا الجلد الجديدة وكذلك تقلل من إفراز الزوت في البشرة سنقوم هنا بخفق بيض البيض جيدا حتى يسهل لنا مسجد مع عصير الليمون الحامض بعد ذلك سنأخذ ما يعادل مقدار ملعقتين من بيض البيض في هذه الوصفة تقريبا مقدار ملعقتين ثم سنضيف ما يعادل مقدار ملعقة من عصير الليمون الحامض نضيفنا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض بهذا الشكل ونبدأ في مسج وذمج كل هذه العناصر جيدا حتى تتجانس هذه المكونات فالليمون هو فوائد كبيرة فهو مرطب للبشرة وكذلك ينظف الوجه وأيضا يفتحه بامتياز لاحتوائه على فيتامين سي وحمد السيتريك يزيل كذلك الرؤوس السوداء ويقلل من الزوت ويساعد أيضا على التخلص من حب الشباب لأنه يقضي على البكتيريا المسببة له ويحفز كذلك من إنتاج الكولاجين من خلال تواجد فيتامين سي آخر مكون كذلك سنضيفه إلى هذه المكونات يمكنكم هنا إضافة كابسولة من فيتامين اي أو فيتامين ها كما يمكنكم أيضا إضافة كابسولة من الأوميغا تري لهذه الوصفة ونبدأ في دمج كل العناصر جيدا بعدها مباشرة بعد دمج هذه المكونات جيدا حتى تتجانس بالنسبة لطريقة استعمال أو عمل هذه الوصفة دائما على وجه نظيف جدا أي نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونجففها جيدا بعدها نأخذ هذا الخليط نوزعه على كامل الرقبة والوجه دائما نبدأ من أسفل الرقبة إلى كامل الوجه مع التركيز على أماكن التجاعد وكذلك التسبغات كذلك حب الشباب نترك الوصفة على الأماكن تقريبا لمدة 15 دقيقة على الوجه ثم نشطف بالماء الفاتر ثم بالماء البارد تكرر هذه الوصفة 3 مرات بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج إذن كما رأيتم وصفة بسيطة جدا مكونات سهلة أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمي بالضغط على زر لايك أما إذا كنتم أول مرة تزولون القناة لا تنسوا الاشتراك مع تفعيل الجرس نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله